نحن نأخذكم إلى تابوك واحد المعالم المهمة جداً في تابوك يعد مسجد التواب منطقة تابوك أحد المعالم التاريخية ومنارة من منارات الإسلام الخالدة يقع في البلد القديم في تابوك بالقرب من قلعة تابوك تفاصيل أكثر نلتقل بالصوت والصورة مباشرة مع زميلنا سلطان المرواني مساء الخير سلطان مساء الخير زميلي مجاهد الله سعد الله صباح الله يسلم طبعاً كما ذكرت نحن الآن في مسجد التوبة الذي يعتبر من أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة تابوك طبعاً للحديث أكثر عن هذا المعالم يسعدين يكون معي ضيفي الباحث التاريخي الأستاذ عبدالله العمراني أهلاً وسهلاً بك معنا أستاذ عبدالله أخي سلطان حياك الله في البداية ممكن تحدثنا عن تاريخ نشوع المسجد وارتباطه بغزوة تابوك في العام التاسع للهجرة طبعاً نحن الآن أمام المسجد الأثري هو يسمى بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضاً يسمى بمسجد الأثري ويسمى أيضاً بمسجد التوبة له عدة مسميات وهذا الجامع أو المسجد شيد في المكان الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام أثناء غزوة تابوك التي وقعت في شهر رجب من العام التاسع بعد الهجرة ومكث يقصر الصلاة في هذا المكان عشرين يوماً هو أصحاب رضوان الله عليهم الذي بلغ عددهم أكثر من ثلاثين ألف صحابي طبعاً هذا المسجد يعتبر أقدم مصلى وأقدم مسجد وأقدم جامع في مدينة تابوك وحتى عام 1371 هجري ما يوافق 1952 ميلادي كان هذا المسجد هو المسجد الوحيد لأهالي مدينة تابوك كانوا يقيمون فيه طبعاً صلاة الجمعة والجماعة والصلاة العيدين قبل طبعاً ما يتم تأسيس مسجد الجديدة ومسجد الخالدية ثم الجامع السعودي في مدينة تابوك طيب أستاذ عبد الله المراحل التي مر بها المسجد وأهم أعمال الترميم التي حدثتنا حدثنا عن هذا الجانب أول من بنى هذا المسجد كما ذكر المؤرخين هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في نهاية القرن الأول الهجري وظل طبعاً هذا المسجد بعد ذلك محط أنظار واهتمام من رعاية والصيانة وتجديد لوقوعه على درب الحج الشامي وفي عام 1906 أعيد بناء هذا المسجد بالحجارة المشذبة التي تم قطعها طبعاً من الهضيبة الكبرى التي تقع جنوب مدينة تابوك وحفرت بجوار هذا المسجد بئر سميت لاحقاً ببئر الجديدة ظل طبعاً هذا المسجد يعني هو المسجد الوحيد في المدينة وشهد عام 1932 ميلادي أول ترميم للمسجد الأثري في العهد السعودي الزاهر عندما قام قاضي تابوك في تلك الفترة بجلب أخشاب من الشام الغرض منها طبعاً ترميم سقف المسجد الذي كان آيل للسقوط من جراء الأمطار وفي عام 1975 ميلادي هو آخر طبعاً ترميم أو تجديد المسجد على نفقة الملك فيصل رحمه الله عندما أمر بتجديد إعادة تجديده وبنائه على نمط طبعاً نمط العمراني للمسجد النبوي الشريف المدينة منورة وفتح أبوابه مرة أخرى للمصلين في عام 1978 ميلادي طيب أنت ذكرت الملك فيصل رحمه الله طيب حديثنا عن زيارة الملك فيصل لمدينة تابوك عام 1973 حرصة على زيارة مسجد الرسول وأمر بترميمه حديثنا عن هذا الجانب نحن لا بدنا نفهم حاجة بشكل سريع أنه زيارة الملك فيصل للمسجد الأثري ما كانت مدرجة ضمن جدول الزيارة التي استمر ثلاثة أيام لمدينة تابوك ولكن عندما حضر إلى هذا الجامع سمع من المسؤولين بوجود مسجد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حضر إلى هذا المكان وتفقد المسجد وصل فيه ركعتين وأمر بإعادة تجديده على نفقته الخاصة شكرا أستاذ عبدالله كنت معنا في برنامج ديرتنا طبعا متابعينا الكرام كنا معكم من تابوك كان الحديث عن مسجد التوبة أو ما يطلق عليه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أرجع بالصورة إليك والصوت زميله مجاهد شكرا سلطاني أعطيك العافية على التغطية المميزة شكرا أضافك على هذه التفاصيل المهمة جدا عنه شكرا أضافك على تغطية المميزة